مائة وستة وستون قرار غلق لمقاهي بسفاقس تجاوزت القانون بقيت حيز التنفيذ امتصاب فوضى بكافة أشكالها فأغلب المقاهي تجاوزت الملكية الخاصة لتسطع على مساحات المرور والعبور فأينما التفت تجد الكراسي والطاولات منتصبة على الرصيف مرتدوها يقضون جلساتهم ومسامراتهم في لعب الورق ومراقبة المرة والتلفظ بكلام منافي للأخلاق مما أصبح هذا يثير انزعاج الكثيرين الذين يطالبون بالتدخل العاجل لمعالجة هذه العشوائية التي أصبحت تهدد أخلاق شبابنا وكذلك سلامة المترجلين على الطريق العام بالنسبة للمترجل أصبح غير قادر بيش يلقى الراحة متاعو بيش يمشي على المدى فالشيء هذي اللي خليه يولي هو يمشي في الطريق اللي هو مجعول للسيارات فهمته يكون عرضة فهمته للحوادث ولا فهمته لأي فهمته حويج يعني يكون فهمته تخليه فيه يختر حتى هو سيرتوحنا عندنا معناها تخول متاع مدارس صغيراتنا بكل قاعدني مش في أمن معناها وقت يجي قاهوة يخلي لك معنا يخرج معنا يقالوا شنو معنا يمستغل المساحة تم مساحة قانونية جميع يخذها ومش مشكلة عنده قاهوة جمعنا الكلمة ديزير موجود وكل كام هو حاجة تقلق سيرتوك يبديو في الكياس معناتها حتى واحد باش يشوق في الكياس يلقى طويول وكير يسير جيل قاعدة من طولق هاوي الكلان فرانسيب أغلبهم اللي عثنيا ميكست ما يقلقوا حتى في السيركيلاسيون معطا يعطلو تراكية ويعطلو خلوج الكريه الشارع كما شارع الحرية معناها 15 سنوات من اللي صار عرض التريطور أربا مترو عرض روى أربا مترو معناها مقريش حساب غدوة أنه بشحل مقهى بشحل مقريش حساب أنه اليوم في 2010 أو 2020 معناها عدد السكان بشي تضعف عدد المنقاية بشي تضعف نوفر مكان ذي إذن كل معناها حاولنا أنه نقاو سيغة خاصة بعد اعتماد بلدي سفاقص بلدية سياحية أنه نقاو ناص قانوني ودراء وكراس شروط جديدة اللي توفر معناها مكان آمن للمواطنين منين يتعديو كراس الشروط تم وضعها لتنظيم المهنة في ظاهرها أما في باطنها فقد كانت فرصة للراغبين في المؤاجرة بالقوانين فظهرت التجاوزات وعمت الفوضى وانعدم احترام قواعد حفظ الصحة وأسس المهنة ككل مما كان له تأثير سلبي على القطاع والعملين فيه هي في الحقيقة صدرت ولم يتخذ فيها أو لم يحترم فيها أدنى إجراء أو أدنى على الأقل أخذ رأي من على الأقل بلدية الكبيرة اللي هي ممكن تعيش يوميا هذا الحراك وهذا المشاكل متاع القاوي وهذا العمل اليومي قد أسقطت إسقاطا على الإدارات وما على الإدارات إلا أن تعمل بها وعملت بها كان الشروط وقع المتاجرة بها كان السيد المعتمد أو السيد المعتمد الأول كانك مخالف يفرح بيك مخالف يفرح بيك يقلك ينسوي لك وضعيتك ويبدأ متاجرة يعطيني ونعطيك وروف المشكلة هذه في الأهد السابق اليوم تجاوزات قريب نقاوه في الصجامة ورغم أنه كان القانون يقول أنه المسافة الفاصلة بين المحلات التربوية والصحية والمؤسسات الدينية على المقايز ما تكون مئة خمسين متر إذا موش وقع التطبيق متاعب نعتمد على المخالفات الصحية كعنصر أساسي معنا في ردع المخالفين هناك عباد هناك ناس معناها قد يش تعمل له أقصى مخالفة صحية ثم عشرين واربعين وستين إذا كان هو ناصب الكراسي البرة مثال ناصب الكراسي البرة وجي يكون نهار تعمل لمخالفة يقول لك أننا ندفع حق المخالفة 60 دينار ونخلي الكراسي البرة لخطر يصور خمس مرات في الستين هو القضية توقفش هنا القضية توقف في كيفية تطبيق القانون زيادة على البناءات العشوائية والانتصاب تشكو مدينة الصفاقس من فوضى المقاهي التي باتت تعطي صورة سيئة على مدينة تعتبر عاصمة الجنوب وهو تصرف لا يمكن تفسيره إلا بسبب التسيب الإداري الذي تعيشه المدينة هكذا عبر الأهالي والله كيف يبدأ على الطريق الرئيسي يتسبب بأنسور فهمني أما كي تلقى موصل هو نصب غديك أكونش مكرم البلدية فهمت أكونش مكرم البلدية صرحت له فهم ما عطأ هذا كله يرجع للحاكم فهمت ما يرجعش للعبيد اللي عنده قاوة اللي عنده قاوة ماذا بيحل قاوة يحل على البيت كاملة فهمت بطبيعة الحال يخل بالجمالية بتاع اله تأو أنت تشوف هذه نرملمون هناك أنت ما تجي خصة وبيتون والسجارة مقصوصة وامورها واضحة تشوف أنت هنا قريب نوصل للبوتيكات بتاع التجار ويقلقوا حتى المواطنين ولا الحرفين بتاع التجار مش يدخلوا هنا يتقلقوا تشوف أنت البريكة اللي هنا ما ينجمش مرأة ولا لولين ما ينجمش قدوا على البركون أقل حاجة الريحة بتاع الشيشة وريحة تدخل وكلام البذيء مع أنت ثم شوية يزم شوية أخلاق يشوفوا الحالات كاباركا ويتخلوا القرارات اللازمة لملا لغلق بعض المحلات التي خالفت معناها مخالفة صارخ القانون وأصبحت هي أصلا في حد ذاتها تمثل نشازا للمظهر الجمعي العام البلد تبقى مسألة فوضى المقاهي وعشوائية انتصاب وغياب الرقابة الأمنية والإدارية والصحية الذي تعيشه مدينة السفاقس مرتبط بمدى تطبيق كراس الشروط للنهوذ بأهل القطاع والارتقاء بمستوى البلاد